رجالي وحريمي وبين البنين الشاعر عشمالي والمرأة اليمين والكراميلة في النص نورة عالية نورة اي شاعر اه قليد الله switches والمرأة أدم جاي هادم جاي جاي أصراح انتي متشكلة يجب افضلوا مكان يا زيورج هايقول لي يا ادم فين اروح مين قال عايز اروح والله العظيم يا فان دبوارك لا تتكلمش اسمك عاليا ها مفروضة الحوج واطية مياد قومك وشعرك تاع ها عالفة مع رجالة طلعت يا شاعر والله العظيم معك والله معرف والله معرف والله معرف واميك والله معرف وامي كثير افتح الماء فيا تؤوم محدد ابوك يا عالفة يا خاص اسمع المفروفة عبدا انا عجري فرحة فالصباني صباني ي قادر والله العظيمة والله فارب تعزب لنه خدمة فالصب لانا اعزش تعمل فيها جميلة كدة انا برضو حشلها حيزك كده وانت في جون استرخاء ده تكتب لي كده كندبتين حلوين تكتب لي قصيدة نهاية ادم عبد الحري خاصة انتا كده تحتاجه اهم ورقة انا معايا الالم والاستاندر مقيت الالم اه حرام 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 يا كراميلا في حيات امر ما تخرج من هنا الا ما هتسترجل اذا عمرك ما هتخرج يتا ان حايزت تسترجل اه هتعرف لو قلتلي ادم عبدالحي فين؟ عارف لو قلتلي ادم عبدالحي فين؟ انت كده يا راجل نعرف لو مؤخصة نكتب في بطاقتك ايه؟ بعدما الخانة فاضية ها؟ سمعني؟ هتقوله ولا لا؟ انت 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 ايه اواطية؟ عالية عالية عايزك بقى تتجلى وتكتب بمزاج بص يا حبيبي كده انت بقيت في مارينا ماشي مارينا معك يا ايه عايز نسوانك كده انت نسوان؟ انت تابع منزلي يا إلهي عايزي نانسي الغاية الدولة لسه مختافية يا فندم والتحريق بتاعتنا مصر اتناش لمكانها نانسي يا اخويا لسه مختافية يا فندم لحد اللي ما شوفش وشي يا أهلك أنا ما تكون نانسي موجودة هنا سمعني خلافي نانسي يا فندم مالك دكتور طعبان ولا هي عليه وطاهر وكريم طابط عليهم ايه؟ ليه؟ ده نهاري سويد مؤكد عشان اللقاءات وصفحة التضامن مع آدم اللي عملتوها على النت ريتهم ما عرفوني ولا سعدوني أنا وردت معاها اسمي لهم شاي زمي أمن الدولة بيدور عليك راح ولك البيت وملوكيش ما عرفش؟ يلا بنتي عشان نشوفها نعملين هتروحوا فين؟ ما عرفش؟ طيب حسناك في العربية بتروحي فين؟ خليكي معايا ونسافر مع بعض ما ينفعش يا عادة لازم حد يقعد يواجه الظلم تبقى كفاية كده بجد خلاص يبقى أنا عاعد معاكي ونواجه الظلم ده مع بعض برضو ما ينفعش انت لازم تسافر في المعادة اللي تحددلك موضوع بقى خطر عليك قوي بقيتش حكاية قتله بس بعدين أنا معاما كان شاهدة بعدين هيقولوا علي ربية انو مساحية على فكرة ينفع لان الحاجة الوحيدة في بلدنا اللي ما فيهاش فرق بين مسلم ومسيحي هي الظلم خليكي بقى مش عيني بتقلقش علي يلا مش عيني ننسي ورحمة يوسف لتاخدي بالك من نفسك حاضر وانت كما نخلي بالك من نفسك اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة